اشتركوا في القناة وهي مستويات التسجيل وكيف افهم مستويات التسجيل ويش معنات وكيف نقدر نفهمها ونتعامل معها برضو راح نتعرض الى لفل التسجيل الفرق بين الديجيتال والانالوج وما هي مستويات الديجيتال وما هي مستويات الانالوج وكيف العلاقة بينهم برضو راح نتعرض الى التجربة الامامنا في هذه الصورة والتجربة هذه اساسا انا عملت هذه التجربة بسبب وجود جهاز جديد عندي ايكولايزر جهاز خارجي يعني مش فلتر انما جهاز انالوج خارجي فمن طبيعتي شخصية لما يجيني اي جهاز جديد ما راح اطمئن لاستخدامه عندي فقط من خلال الدعاية والاعلام وشهرة الجهاز لكن برضو من خلال تجربتي واخضاع هذا الجهاز الى التجارب اللي خاصة عندي لانه اكيد الجهاز هذا موجود عند غيري لكن غيري ما عنده نفس غرفتي ونفس اجهزتي فكل واحد نصيحة طبعا مني لما يجيه جهاز فالجهاز هذا راح يتعرض الى كل المؤثرات المحيطة به عنده هنا في استوديوه الخاص وغرفة تسجيله برضو لا ننسى الكيابل والوائرات اللي هو يستخدمها اكيد تختلف عن الكيابل والوائرات اللي غيره يحمل نفس الاجهزة هذي مثلا ويستخدمها هذا للتأكيد على ضرورة عمل التجارب الخاصة فيك انت بداية راح نتعرض الى فكرة كرت الصوت ومستوى التسجيل كمعلومة وراح نشرح وش الاخطاء اللي موجودة في هذه المعلومة وش الامور اللي باعتقادي انها هي الاصح هنا مثل ما احنا شايفين في الصورة طبعا انا راح اضطر انه استخدم صور لتوضيح هذه الفكرة وراح ارجع الى دي اي داباليو البرنامج علشان نشوف هذه على ارض الواقع هنا الانترفيس وهنا دي اي داباليو وهنا الميتر برضو انا استخدمت صورتين علشان اوضح الفرق لاحظ الفرق في الصورتين انه كل انترفيس في النوب هذا اللي البعض يعتقد انه هذا مستوى السيغنال يعني راح يرفع من حساسية استقبال المايك وراح يقلل من حساسية استقبال المايك يعني لو شاف انك انت حاط المستوى هنا صفر فمباشرة راح يقول لك انت يعني حاط صفر فطريقتك هذه خطأ وهنا بيقول لك طريقتك هذه الصح راح نشرح الكلام هذا ونشوف ليش الفكرة هذه مش دقيقة وبرضو قد يكون هذا الكلام صحيح وهذا الكلام برضو صحيح بداية هنا المسميات اللي عندي والمتعارف عليها بين المهندسين قياسات الساعة يعني بشكل الساعة هنا يقول لك عند الساعة 9 هنا الساعة 12 هنا الساعة 3 إذن هاي الساعة 1 وهاي الساعة 2 يعني لما يقول لك حط المستوى الفيدر أو النوب عند ناقص 12 وسجل فراح تحصل على تسجيل جميل مناسب وهنا يقول لك لو تحط على صفر فأنت مواقع تسجيل جدا سيئ هنا الميتر غرضي من الميتر هنا راح أوضح الفكرة أو الفكرة الأساسية اللي راح أتعرض لها في هذا المقطع وهي noise to signal ratio النويز المقصود به أن الانترفيس هذا فيه سيركيت معمولة داخل الانترفيس هي اللي راح تعطيني لفل التسجيل يعني بغض النظر عن وجود هذا الجين فيه عدنا هنا في السيركيت الخاصة بأي انترفيس يعني رسم توضيحي أنا هنا اللي راح أسويه لو افترضنا أن هذه السيركيت الخاصة ب pre amplifier هذا مصطلح معروف لدى المهندسين ال pre amplifier ما لعلاقة بهذا هذا فقط اسمه gain فهنا أنا راح أسمي pre amp هذا ال pre amp وهي سيركيت صنعت وهي تتمايز الانترفيسات بهذه السيركيت ودقة صناعتها اللي هي ال pre amplifier الصوت لما يجي من خلال المايك ويدخل على الانترفيس لما يجي الصوت يدخل على الانترفيس فهو مباشرة راح يدخل على ال pre amp لأن الموجة أو ال frequency أو level حق الموجة اللي المايك ضعيفة بحكم طبيعة صناعة المايك فراح تكون تحتاج الى pre amplifier لي قويها ويرسلها الى DAW يعني طريق دخول السيجنال راح يكون الى الانترفيس من خلال المايك مرورا بال pre amplifier بعد ال pre amplifier راح امر بال gain اللي هو هذا شباب يعني الموضوع اليوم موضوع في تفاصيل كثيرة فأتمنى يعني لو فاتتك نقطة مش واضحة ان تعيد المقطع علشان تفهم النقطة وتنتقل الى النقطة اللي بعدها فلما يجين الصوت هنا من خلال المايك هنا المايك دخل الصوت من خلال المايك وصل بال pre amplifier اللي هي الدائرة الكهربائية حق ال pre amplifier وبعدين راح يكمل مشواره الى بعد الى circuit ثانية اذا مر من خلال ال gain او circuit حق ال gain فانت هنا عطيت circuit عند الساعة 12 معناته ان رفعت الصوت نجي هنا الى الميتر الميتر هنا طبعا بعد مروره بال gain راح يجي الى ال DAW وتشوفه في مستويات الميتر هنا راح اكتب المصطلح اللي نتعرض الى noise نتعرض هذا اللي انا الآن ذكرته هو يعني عشان اوضح وش ال noise هذا الصمت او level الصمت اللي موجود عندك في غرفة التسجيل راح اوقف عند هذه النقطة وشوي افصل فيها لو جئنا وسكرنا غرفة التسجيل واحكمنا طبعا الابواب وتأكدنا ان خارجيا ما في اي اصوات فراح تلاحظ ان الميتر هنا قاعد يقرأ مستويات طبعا المستويات هذه تختلف من جهاز الى جهاز وهنا المستوى هذا يحدد لكم مباشرة قيمة ال pre-amplifier قيمة ال pre-amp اللي موجودة في الجهاز بغض النظر عن gain يعني تكون في هذه النقطة لما يكون ال gain هنا في اقل مستوياته معناته انك انت مباشرة عرفت مستوى ال pre-amplifier اللي موجود عندك في الجهاز اذا شفت مستوى ال noise هذا ربما ويختلف من غرفة الى غرفة يكون ناقص 70 دي بي ربما يكون ناقص 70 دي بي مستوى ال noise لل pre-amp هنا هذا مستوى ال noise لل pre-amp راح يكون ال reference حقنا او المؤشر الدائم اللي احنا راح نعتمد عليه في معرفة المستويات اثناء التسجيل يعني انا دائما راح اراقب مستوى ال noise لل pre-amp بغض النظر عن وجود ال gain فاذا هنا راح نعدل المستوى ونقول ان احنا يعني ونقول ان احنا في مستوى ال gain عند اقل مستوياته بالطريقة هذي مثل ما هو هنا فيكون مستوى ال noise لل pre-amp اللي موجود بالتصنيع للجهاز يكون ال noise ناقص 70 db برضو قبل لا اتعرض الى مستوى ال gain هنا في زر دائما نشوفه في الانترفيس وهو زر ال pod زر ال pod هذا هو برضو دائرة كهربائية مصنوعة في الجهاز تقوم بخفط مستوى الصوت يعني يختلف من مصنع الى مصنع فتقوم بخفط الصوت الى مستوى ناقص 20 db يعني في حالة انه كان ال pod off يعني هنا راح تكون circuit bypass يعني انا بكون دقيق في وضع الاماكن علشان لا تصير لخبط باي باس راح تكون باي باس يعني راح يمر الصوت بالشكل هذا يعني يعني الصوت راح يجي هنا ويتعد هذا هذا السيركت راح يجي اله هنا ويدخل على الگ 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 علشان برضو اتحكم فيه فهنا برضو هي ال pod هنا off معنات باي باس راح اجي الصوت هنا وينتقل الى الغين برضو هنا راح اكتب الغين علشان توضيح غين نوب او فيدر طبعا هذي الرسم التوضيحي للسيركت فاذا كان هنا الغين فيدر عند مستويات الصفر وال pod معمول لها يعني ما مر من خلال السيركت هذي ناقص عشرين دي بي يجي عندي مستوى الصوت الى ناقص سبعين راح ناخذ الصورة هذي برضو ونستفيد منها هنا في مثال لتحت هنا لكن راح نعدل عليها بالظروف الثانية وهي أولاً ما زال مستوى الغين هنا صفر لكن هذي مش بايباس هذي راح تكون السيركت يمر من خلال السيركت يعني انا راح اكتب on فقط للتوضيح راح تكون السيركت هذي هنا on معنات النصوت معنات النصوت مار من خلال هذه السيركت ومش الى البرنامج لما يجي هنا الى البرنامج فرح يكون مستوى النويز طبيعي ناقص 20 يعني ناقص 90 دي بي هنا برضو راح اجي الى الاحتمال اللي بعد هذا وهو باستخدام السيركت اللي فيها القين فاذا مثالنا الثالث راح يكون القين مرفوع عند الساعة 12 يعني بالفكرة المتعارف عليها ان الحساسية زاد طبعا هذا الكلام مش دقيق انت هنا ما رفعت الحساسية انت دخلت الصوت على السيركت الجين هادي وبدأت ترفع في مستوى الصوت لان الصوت جاء مباشرة من البي ودخل على الباد يعني على السيركت هادي تبع الباد ونزل لفله ناقص 20 وبعدين انت جيت هنا برضو جيت ترفع بالمستوى هادي وكأنك رديت رجعت المستوى اللي نقص البيان السيركت هادي كأمور كأمور علمية تفصيلية راح نتعرض الى كل هادي السيركت الان بتوضيح اكثر بما ان احنا في عالم الانالوج هنا هنا السيركت هادي يعني دائرة كهربائية تخضع الى المؤثرات الكهربائية والمغناطيسية بشكل مباشر جدا متى ما دخل الصوت هنا اختلف ميزان الفكرة فهنا راح نتعرض ونفصل اكثر في هذا الجانب طبعا الظروف اللي عندي الان صارت ناقص او ساعة 12 عفوان وهنا جينا للقين برضو دخل على السيركت للقين فراح يتغير عندي بحسب طبيعة السيركت هادي الجان كيف اتعدل المستويات وراح يكون عندي هنا يتغير النويز اكيد طبعا راح يرتفع ويكون على سبيل المثال ناقص 65 دي بي 65 دي بي هنا مثل ما احنا شايفين يا جماعة ان الخطوة الاولى انا دخل الصوت على الانترفيس يعني عبر بداية على البري امب وبعدين عملنا باي باس الى سيركت الباد واللي هي ناقص 20 دي بي يعني ما نزل الصوت عندي لا انتقل الى القين وبما ان انا القين مو مؤثر عليه فاي حاجة فجاني الصوت بدون تأثير سيركت الباد وبدون تأثير جين الفيدر وكان مستوى الصوت ناقص 70 هنا في المثال الثاني الصوت دخل برضو بنفس الظروف اللي موجودة لكن كان الباد عفوا هنا الباد ما رسمنا ما اخذنا الباد كان الباد هنا اون يعني الصوت مباشرة انتقل الى سيركت الباد انتقل مباشرة الى سيركت القين وبما ان القين برضو انا معامل اي شي معناته جاني الصوت هنا ناقص 20 دي بي وكان من ناقص 70 الى ناقص 90 وقلنا وقلنا لكم يا شباب هذا نويز وراح نسميه مسمى ثاني وهو level صمت الغرفة طبعا level صمت الغرفة يا شباب يعتمد على دقة المعالجة في الغرفة ودقة عزل الابواب والمداخل حقها فراح يكون في اختلاف في مستويات الصمت هذا هي ما تعكس مباشرة بشكل دقيق level preamp لان اخطاء العزل كثيرة جدا وظروف العزل مختلفة هذه الاختبارات الشركات اللي تصمم الاجهزة تعمل اختبارات هذه في غرف عزلها جدا قوي جدا فالمستويات عندهم هناك ادق فالفروقات عندهم ادق ولكن احنا نتكلم عن الظروف اللي عندنا فالقياسات هذه راح تكون كلها في غرفتك انت المهندس فتقدر اتمايز بين هذا الظرف وهذا الظرف والظرف الثالث طبعا الظرف الثالث اتحكمنا في سيركت الجين يعني خلينا الصوت يمر من خلال سيركت الباد ويروح الى سيركت الفيدر وبعدين ينتقل الى الدي اي دابليو فكان على سبيل المثال الدي بي ناقص خمسة وستين قلت لكم انا راح اتعرض الى السيركت بما ان هذه مجالات كهربائية يعني الصوت اللي جاي معرض الى عراق الكثيرة في هذا الانترفيس او السيركت وهنا يكون واضح معنا الاختلافات بين الاجهزة وجودة الاجهزة واختلاف الالوان وهكذا الدائرة الكهربائية اللي مصنعة منها البريام دقة صناعتها المنتج يحدد جودة الصوت برضو السيركت تابع الباد السيركت تابع الكين ملقين هذه الاجزاء او الاقسام اللي مر فيها الصوت طيب كلها راح تأثر على صوتنا اللي جاي فعلشان نفهم وشو قاعد يدور الان هذي في الانترفيس بشكل محدد يعني انا اتكلمت الان عن الانترفيس مثالنا اليوم اللي موجود هو او الامثلة اللي ظهر خلفنا هي اه فيها اكثر من جهاز يعني هنا الانترفيس وهنا الكمبراسر وهنا الاكولايزر انا راح ارسم برضو الرابع لان عندي هنا بري امبلي فاير برضو في السلسلة يعني الانترفيس هنا هو كونفيرتر واقعا راح عدل الترتيب يعني الترتيب هذا الان راح سوي على حسب الظرف اللي موجود عندي واللي موجود الامثلة عليه المقدمة اللي انا الان اتكلمت فيها واللي اخذت تقريبا 25 دقيقة هي علشان هذه النقطة تكون واضحة وبرضو هي معلومات مفيدة ان شاء الله فهنا البري امب وهنا الكمبرسور هنا الاكولايزر وهنا الانترفيس انا عندي اسمه الهيلو وواقعا الكمبرتر من مثالنا اللي شرحنا هنا راح نتكلم عن هذه الامور راح نقول ان البري امبلي فاير هذا سيركيت وهذا سيركيت وهذا سيركيت كل واحد عنده مستويات من level النويز مثل ما هنا مشروح يعني الصوت اللي جاي من المايك يدخل على البري امبلي فاير وعندي هنا في البري امبلي فاير مثل ما شرحنا سابقا عندي pod وعندي مستوى ال gain طبعا بالشرح اللي انا شرحت هنا راح اقول لكم ان ال pod هنا مفعلة او غير مفعلة ودائما مستوى ال gain عندي صفر لان انا ما احتاج ان ارفع ال gain حقيقة اللي ابغى اعرفه مستويات ال noise اللي موجودة في جميع هذه الاجهزة لذلك راح يكون ال gain دائما صفر فاذا كان مستوى الصوت هنا في ال pre-amplifier مستوى ال circuit حق ال pre-amplifier ناقص على سبيل المثال 90 ويجي الصوت بعدين على ال compressor يفترض اني اكتشف ان هذا ال compressor عمل لي زيادة في مستوى noise او لا فراح ارسم هنا بشكل بسيط الميتر انا راح اهتم في التسميات علشان reference تبعكم ويطلع الصوت يطلع من الكمبرسور ويجي ال colliser ويطلع من ال colliser ويجي الى ال DAW يفترض ان هنا اذا كان المستوى ناقص 90 فهنا لما يكون ناقص 85 اذا اضاف لي 5 DB في ال noise وبرضو اذا هنا ال colliser اضاف لي في level noise اضافة فراح يكون مثلا القياسات يعني تزيد من جهاز الى جهاز يعني الصوت قاعد يعمل accumulation يتراكم ال noise قاعد يتراكم على ال noise يعني السيركيت اللي موجود هنا مع السيركيت اللي موجود هنا مع السيركيت اللي موجود هنا noise قاعد يتراكم على ال noise فيرتفع مستوى ال level وفي كل الظروف هذه سيركيت ال pod ربما مفاعلة ربما غير مفاعلة لان ربما الكمبرسر يحتوي على ال pod ربما ال equalizer يحتوي على ال pod وهكذا فانا افترض ان جميع السيركيت هذه غير مفاعلة ويمر من خلال السيركيت بدون ما يحصل لأي زيادة فيكون مستوى الزيادة عندي من الجهاز نفسه او من السيركيت نفسه وطبيعة تصنيع السيركيت شباب المقطع هذا مقطع تفصيلي جدا فاللي يشوف ان المعلومات يعني مو قادر يستوعبها ممكن يعيد المقطع اكثر من مرة علشان تكون الامور ماضحة المقطع هذا موجه الى المتخصصين بشكل كبير جدا واللي يتعاملوا مع هذه الاجهزة ربما بعض الافكار تكون مساعدة فاذا نجي هنا ونكون عرفنا مستويات الليفل من جهاز الى جهاز التجربة اللي عندي انا هنا فيها من هذا الكلام شيء كثير فنجي الى التجربة عندي هنا لاحظ هنا الهيلو الوارم طبعا الكمبراسر هو 5033 هذا الاجهزة وهكذا وهذه هنا الهيلو بلاس الوارم لاحظ الكتابة هنا موجود الهيلو بلاس وارم نوباد يعني سيركيت مش مفعلة بلاس طبعا بالتسلسل بلاس الاجهزة وبعدين يجي ال الوارم لاحظ شباب ان الوارم في باد برضو فهنا الوارم بدون الباد يعني الهيلو وهنا نشوف المسميات يعني المسميات هنا اصلا موجودة التجربة هذه فيها تقريبا 52 تيك كل تيك اخذنا النيز واخذنا تسجيل طبعا التسجيل يكون في ظروف متشابهة قدر الامكان يعني الطبقة تكون موحدة جميع التسجيلات تكون الطبقة موحدة البعد من المايك يكون موحد اسلوب الالقاء يكون موحد بقدر الامكان علشان نقدر نوصل بنتيجة اكثر دقة كل ظروف التسجيل هذي مثل ما شرحت لكم هي ترتيب يعني هنا راح انا اقرأ الخطوات الموجودة او التسلس الموجود هنا يعني هذا تسجيل مع الهيلو يعني هنا البري سجلنا النويز حقه بدون الباد مباشرة مع الكنفيرتر الهيلو مثل ما واضح هنا يعني مباشرة جاء من المايك على البري امبليفاير دخل مباشرة على الدي اي دابليو وكانت الباد غير مفاعلة اذن هنا ما دخل على السيركيت الباد مثل ما شرح نليكم فهنا هذا التسجيل الصوتي ملاحظين ان التسجيل الصوتي فيه وضوح وعلو في هذه الظروف نجي هنا نويز ويد باد يعني هنا خلينا الصوت يدخل على الباد سيركيت الباد انا راح ارجع برضو هنا علشان تكون مسألة واضحة هنا جاء على البي امبليفاير دخل على سيركيت الباد فعمله تريم داون وكان مستوى الصوت مقارنة بالنو باد اكيد نازل فهنا مستوى النويز اللي اخذنا برضو علشان يكون رفرانس الينا ونعرف النيز تو سيجنال ريشيو راح اتعرض الى المقطة هذه او المصطلح هذا نجي عفوا نجي هنا الى التراك الثاني هنا اضفنا مع السيركيت الوارم والله الكمبريسر فبرضو جينا سجلنا بالباد وذاوت الباد وهكذا وبرضو سجلنا النويز فلاحظ هنا برضو لما يكون الهيلو مع الباسيفيكا بالباد سيكون بالباد والوارم نو باد فمستوى التسجيل برضو نازل لكن راح نتكلم هل الكلام هذا يعني هنا ما راح نشوف مستوى التسجيل هل الكلام هذا خطأ والكلام هذا صح هنا يحدد النقطة هذه النويز تو سيقنال ريشيو برضو هنا مثل ما احنا شايفين الوارم هنا النويز هيلو باد وارم باد يعني برضو الوارم فعلنا سيركيت الباد وهكذا لذلك نشوف عدنا هنا كثير تسجيلات كثير تيكات يعني ما في اي واحد يتشابه مع الثاني في ظرفه لان في العملية اضافة الباد والغاء الباد في برضو في الايكولايزر في باي باس الى سيركيت الايكولايزر وفي تفعيل الى سيركيت الايكولايزر وهكذا لذلك عند كل ظرف اخذنا التسجيل الى النيز واخذنا التسجيل الى التيك الان راح اتكلم عن مسألة النيز تسجنال ريشيو وليش هذه النقطة مهمة كثير راح احفظ الصوت هذا مثلا ايوان الصورة ونفتح صورة جديدة راح اتكلم هنا عن السيجنال تونايز ريشيو ان شاء الله النقطة هذه تكون برضو واضحة هنا انا عندي راح يكون خط السنتر للموجة الصوتية وراح ارسم الموجة الصوتية يعني مش دقيق كثير في استخدام البين ترى هذا لذلك راح ارسمها بشكل يدوي راح تكون الموجة الصوتية على سبيل المثال بالشكل التالي على خط يرى ارسمي شيئ ارسمي 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 يعني هذا الشيء المفروض يكون واضح بالنسبة ليكم يعني علشان هنا نوضح واش معناه معناه النيوز هنا برضو راح ارسم هذا راح يكون استوى النيوز راح استخدم هذا عشان يكون اسهل لي طيب هذا هنا المسمى راح نقول النيوز نويز وهذه الموجة الصوتية راح نسميها السيجنال هنا يا شباب مستوى النويز اللي كنا تكلمنا عنه وقلنا ناقص 65 دي بي عطاني تسجيل مستوى ناقص عشرة دي بي فاذا النويز تسجيل ريشيو لو اخذنا الناقص عشرة يكون هذا مطروح من هذا ونفتح كالكوليتر ونفتح كالندر انا نفتح كالكوليتر كالكوليتر طيب هنا لما اقول 65 60 ناقص عشرة فاذا النويز تو سيجنال راتيو ناقص خمس وخمسين راح اقول نويز تو سيجنال راتيو equal ناقص 55 DB برضو هنا راح استفيد من نفس هذه الصورة ونشوف مثال ثاني على noise to signal ratio وهذه من الأشياء اللي تحصل عندنا لو قلنا راح امسح هذه القيمة ان مستوى ال noise عندي هنا ناقص 70 دي بي لا خلنا نقول ناقص 80 دي بي وبرضو مستوى التسجيل عندي ناقص 10 دي بي طبعا بالحفاظ على جميع الظروف من بعد المايك ومستوى الأداء في التسجيل يعني قدر الأمكان يكون قوة الصوت قدر الأمكان تكون الpower حق الصوت متساوي ربما تضطر لأنك تسجل أكثر من تسجيل وتاخد الأفريج تباحهم وتوصل بأن المستوى الصوت هذا مقارب كثير لمستوى الصوت هذا في القوة في الأداء في الإيجادة فتوصل هنا إلى noise to signal ratio بتكون قيمة مختلفة طبعا ونشوف كم راح تكون القيمة الكالكوليتر تبعنا 80 ناقص 10 فتكون 70 ناقص 70 DB نجي هنا الآن نحلل ونشوف وش الكلام هذا الناقص 75 هذه noise to signal ratio وهنا ناقص 70 هذه noise to signal ratio علشان أوصل بنتيجة من هذا تساوي هذا فوش التصرف اللي راح أتصرفه فهذا الأثناء طبعا عندي هنا noise ناقص 80 فهذه الحالة لو بغيت noise يكون ناقص 65 فراح أجي إلى الفيدر النوب اللي موجود معاي في الانترفيس وأرفعه بحيث أنه أوصل بالنويز إلى ناقص 65 يعني فهذه الحالة الصوت هذا عندي راح يرتفع لأن أنا مش برفع النويز فقط أنا هنا برفع الصوت فراح أحدف الجين هذا وأقول أن الصوت عندي هنا دقيق أو كواليتي أكثر من الصوت هنا ليش هنا النقطة المهمة اللي راح توضح لنا مفهوم النويز تسيجنار ريشيو ليش مهم لأن لو افترضنا أن الصوتين هذولا دخلوا عندي في الـ يعني في البرنامج بهذه المستويات اللي موجودة عندي مستوى ناقص 55 هذه النويز تسيجنار ريشيو وهنا ناقص 70 النويز تسيجنار ريشيو للتسجيل هذا ويش بيكون عندي التصرف اللي موجود في الـ DAW فراح أنا أرسم هنا صورة إلى الـ DAW إلى الميتر شباب أتمنى تكونون يعني صبورين في هذا المقطع علشان توصل ليكم الفكرة بوضوح لأن فكرة جداً مهمة وراح ترتب مفاهيم كثيرة في التعامل مع الأجهزة فأتمنى منكم في حالة عدم فهم أو لبس يصير عندك في الشرح أنك ترجع برضو تعيد وتكرر في المقطع لشان توضح لك النقطة هنا راح أسمي هذا A صوت A وهنا صوت B هنا الصوت A وهنا الصوت B هنا سأأخذ هذه الصورة لكي تكون واضحة أكثر وأرفح أجيبها جنب هنا level الميتر قلنا ناقص عشرة عند مستوى تسجيل A وهنا مستوى النواز مستوى النواز وهنا برضو مستوى التسجيل ناقص عشرة وهنا مستوى النواز أنا راح أوضح ها لشان يعني خلاص ما عاد يكون عندنا لابس في هذه النقطة مستوى النواز وهنا مستوى النواز راح برضو أكتب المسميات ناقص عشرة ديبي ناقص عشرة ديبي ناقص خمسة وستين ديبي أنا ناقص ثمانين ديبي مفهوم الكواليتي اللي نتكلم عنه ب معلوماتنا هنا اليوم هو يتمثل في هذا لما أنا أجي أرفع الصوت من ناقص عشرة إلى صفر ديبي وأوصل إلى هنا معناته النيز حقي هنا ارتفع وصل إلى ناقص 54 صار مسموع نفترض أنه صار مسموع هنا راح يوصل إلى ناقص 70 برضو هنا يكون مسموع هنا ما يكون مسموع لكن مستويات هنا ديبي متشابهة هنا فكرة أن الصوت أنظف يعني بهذا الشرح أكيد منطقيا سمعيا راح يكون نسبة النويز أقل بكثير فراح أسمع الصوت هنا أفضل هنا نسبة النويز عالية فراح يكون هذا الصوت المساوي لهذا الصوت أقل جودة هذا الصوت راح يكون أقل جودة من هذا لأن هنا النويز ارتفع معاي وصار مسموع أكثر من هذا يعني هنا النويز مستوى السم حقه أقل بكثير مثل ما احنا شايفين هنا الميتر شوف النسبة بينهم متقاربة وهنا النسبة بينهم متباعدة مقارنة بهذا يعني هنا الصوت عندي أنظف الفكرة الشباب اللي أنا أبغى أوضحها أنك أنت لما ترفع جين وترفع هذا إلى مستوى الصفر هذا برضو قعد يرتفع معاك لأنهم الأصوات موجودين خلاص يتسجلوا موجودين فأنت قعد ترفع جميع هذه الأصوات ترتفع معاك بمستوى واحد فإذن أنت لما تجي وتسجل عند مستوى ناقص 40 أنا راح أرسم هذا المثال علشان نشوف المصيبة اللي ربما البعض مننا يقع فيها وبدون دراية لما يكون هنا مستوى ناقص 50 ومستوى التسجيل عندي هنا ناقص مثلا 20 دي يعني في هذه الحالة لما أنا أبغى أرفع العشرين برضو راح أرسم الميتر هنا راح يكون مستوى العشرين هنا ناقص ناقص 20 دي بي أنا ناقص 50 دي لما أرفع هذا إلى الصفر يعني راح تجي راح أسويها بشكل منقط لما أرفع مستوى الصوت إلى ناقص صفر معنات هنا راح يرتفع لي إلى ناقص ناقص 30 دي بي وهذه هنا ناقص صفر دي بي هنا المصيبة الكبيرة اللي وقعنا فيها بما أن النيوز to signal ratio هنا ناقص 30 دي بي لاحظ من كلامنا اللي موجود هنا النيوز to signal ratio هنا ناقص 55 هنا ناقص 70 هنا ناقص 30 طبعا الظرف هذا ربما نقول جيد ولكن هذا الظرف أفضل بكثير من هذا الظرف وهذا الظرف ضرف جدا سيء ف العلاج لهذه المشاكل اللي ممكن تحصل لنا في أثناء التسجيل كالآتي إذا كان مستوى الصوت أو صوت المؤدي ضعيف جدا إذا أنت الطالب أنه يكون أقرب للمايك يعني إذا كان بعده من المايك شبر فأنت تقول له قرب أكثر من المايك خلنا نتكلم عن هذا المستوى برضو من الحلول أنك تقول للملقي ارفع صوتك أكثر عندك طريقتين يقرب أكثر من المايك ويرفع صوته أكثر علشان نقلل أو نرفع من نسبة noise to signal ratio يعني راح يكون النيوز ثابت عندي ناقص 65 لكن مستوى التسجيل راح يكون عالي جدا على سبيل المثال لو كان مستوى التسجيل وصل إلى ناقص خمسة معنات noise to signal ratio صارت 60 هنا فالوضع هذا أفضل أكيد من هذا الوضع وهكذا هذه من الحلول اللي ممكن نستفيد منها طبعا في أشياء ثانية ممكن الواحد يستفيد منها ويحل المشاكل هذه لكن حاليا أنا أتمنى في هذا المقطع أكون وصلت بشكل دقيق مبين بالرسم الفرق أو معنى noise to signal ratio أتوقع أن بقية الأفكار راح تكون في مقطع ثاني لأن مثل ما نشايف وصلنا إلى ساعة من هذا الشرح فهذا كل شيء بالنسبة لمقطعنا اليوم إن شاء الله وعدكم راح أكمل هذه الشروحات وراح أتعرض إلى هذه التجربة أكثر في مقاطع ثانية تحية مني إليكم أخوكم علي الزاير والسلام عليكم رحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر